السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبعات الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدات اليوم الاخوان قد نشوفوا كيف الجنوب افريقيا بدأت تتخلى على الدعم لها البوليزاريو كذلك قد نشوفوا استفزاز خاطر من وزير الموريطاني السابق بقى معي الاخوان نشوفوا التفاصيل لها المواضيع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بالضغط على زر اهجاب كذلك بالبرتاج والاشتراك وهذا فضلا منكم وليس امرا و دائما احنا مستمرين في القاضية المقدسة عند الشعب المغريبي العظيم اللي هي قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه ولا عازاء للحاقيدين وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله على بركة الله قد ندخلوا صور بالموضوع و قد نبدأوا بجنوب افريقيا جنوب افريقيا اللي هي عدوة المملكة المغربية خصوصا الرئيس الحالي اللي هو سيريل رامافوزا هو اكبر داعمين للبوليزاريو للجزائر و اليوم طاح في فضيحة من العيار تقيل هاد سيريل رامافوزا من الاعداء الكبار للمملكة المغربية اكبر داعمين للميليشيات و بطبيعة الحال كنعرفوا بلي اللي كيتحالف مع البوليزاريو و ام عالجزائر و كما كنقولوا بلي هادو اكترقهم كحلة و اللي قرب عندهم يتبلع اليوم كيعيش اسوأيام حياتهم بالنهار فاز بالرئاسة معاش هاد المأساة اليوم كينتظر اعادة انتخابه بعد اسبوعين تقريبا كان كينتظر يكون على الرئاسة دي الكرسي الحاكم هاد سيد طح في كاريتا و اللي غدي تسفع للمعارضة و للحزب اللي كان معه يتبرعه منه و يطالبه بالاستقالة و الكاريتا اللي تفجرت كان جريمة قطل دي هاد الجريمة هو الرئيس دي الجنوب افريقيا هنا اخواني اخوات يدخلوا له شفارة لفيلة دياله و سرقوا له فلوس حاح خمسمية وتمانين الف دولار و المضحك انه من اللي اكتشف هاد الجريمة شنو دار ما بلوش سلطات المعنية لا امر الناس ديالهم انهم ما يخرجوش هاد الكلام و ما يفضحوش هاد السارقة و التزم الصمت و الكاريتا انه هطلب من الاصديقات دياله من بعد ما عرفوش كون اللي سرق هاد الفلوس اختطفو هاد يعني هاد السارقين وعدبوهم من اعمال ديال البلطاجية و هاد شي اللي كيفسر مدى صداقة الرئيس ديال جنوب افريقيا بالبوليزاريو الميليتيا ديال البوليزاريو و كذلك مع كابرانات فرنسا نفس تصرفات هنا اخواني اخواتي هذا اللي كيعتبر راسو رئيس دولة لدولة جنوب افريقيا خرق الدستور و عرض الامر القومي للبلاد الى الخطر و هاد الجريمة خلت اليوم هاد الرئيس يواجه العدالة اليوم الحزب الحاكم باش يحفظ على الصمع دياله كي طالبه بالاستقالة و اليوم تقدمات لجنة مستقلة لتحقيق هاد السارقة و الان كيتعقد المؤتمر الوطني الافريقي لجنوب افريقيا محادثات عجلة وسط ضغوط شعبية والتي ستؤدي الى عزل هاد الرئيس احتى الوزراء اللي كانوا الحلفاء اليوم كي طالبه بالاستقالة رغم ان هاد الرئيس لازال يراوغ و لازال يناوير انا غادي تطرح السؤال ما علاقة البوليزاريو و المغرب ف هاد القضية انا هاد مدة و هاد الرئيس يعادي مصالح المغرب و اليوم غادي يعتزل و غادي يخرج يعني هاد الرئيس و بالتالي غادي يجي واحد في بلسون والاكيد ما يكونش في نفس الحزب الرئيس الجديد خاصه ينتهج نهج مضاد للرئيس السابق باش يبين انه بعيد كل بعد على الشبهات لان البوليزاريو تصنفت جماعة ارهابية الجزائر معروفة باعمال مشبوهة اذا الرئيس الجديد خاصه يبعد على هاد الاطراف المشبوهة خاص يحل صفحة جديدة مع نصحرين دول اخرين و بطبيعة الحالي غادي تكون المملكة المغربية لانه كان اوساط حكومية من جنوب افريقيا كانوا يحاولوا ماشي مرة ما يجوج انهم يتقربوا من المغرب ولكن مادم ذاك الرئيس كان يدعم البوليزاريو كانوا يكونوا المشاكل ولكن اليوم الحمد لله من اللي غادي يخرج هذا الرئيس المعادي للمغرب غادي تكون علاقات جيدة ما بين المغرب و جنوب افريقيا الاخوان غادي انتقلوا لموريطانيا موريطانيا اللي كترسل واحدة الرسالة اللي هي جيد مستفزة للمملكة المغربية غادي نتكلموا على وزير السابق موريطاني خرج واحد الرسالة رغم ان هذا وزير السابق لا يتحمل مسؤولية ولكن هي اشارة على شنو كيدور او شنو في المحيط ديال موريطانيا هذا الوزير السابق الموريطاني بغا يوصل هاد الرسالة للمغرب وخصوصا في هاد الوقت خرجت هاد الرسالة ديال هاد الوزير السابق كان مباشرة مورى الانتصار ديال المنتخب المغربي ثانية واحدة بعد الانتصار شاف موريطانيين مشاول صفارة المغربية بموريطانيا بدو كيرددو شعارات جميلة شعارات ديال الاخوة شعارات ديال الوحدة ديال العقيدة المشتركة ديال التاريخ المشترك ما عجبوش الحال شدشي فليسات من الدولة اللي هك وخرج بهاد الرسالة شنو كيقول في هاد الرسالة تكرار قصف طائرة المسيرة المغربية القادمة من خلف الجدار العازل بصحراء الغربية المغربية بطبيعة الحال لمدنيين موريطانيين عزل على ارض صحراوية مغربية يا السيلوزير امر يقتضي التنبيه الى انه من الصعب لجم الساكنة في جنبي خط الحدود الموريطانية الصحراوية اصلا ما كيناش حدود موريطانية صحراوية يا السيلوزير لانه كينا حدود مغربية موريطانية والزامها بحدود لا توجد لها معالم ولا اشارات تحددها وقد ضلت بالنسبة لهم مجرد خطوط وهمية تفصل اخ عن اخيه ويبين مجموعات بدوية متداخلة تدانها الترحى المستمر وقد زادتها فيه ظروف الحرب والتشديد وعلى ارض تعتبر دوليا تحت ادارة المينورسو صحراوية مناطق صحراوية محرارة وليست بها اي تواجد مغربي يمكن ان يشكل عليه وجود مدني موريطاني خطرا من اي نوع رغم ذلك فاننا اذا نترحم ونتألم لارواح ازهقت دون دنب لن نشجع المدني الموريطاني على الدخول مطلقا الى المنطقة مهما كانت دوافعهم بل وندعوهم الى التوقف واحترام خط الحدود الموريطاني الصحراوية واعتبار اي عبور له هو عبور الى منطقة شديدة الخطر لكننا مع ذلك نستغرب كون هذه الطائرات المسييرة التي تستهدف المدني الموريطانيين دون انضار ولا رحمة اكتفي اخواني اخواتي بهذا القدر لان الرسالة كانت طويلة وعريضة اول حاجة هادو اللي كيددعو الحياد فعلاش غديقولو الصحراء الغربية هذه صحراء مغربية غربية فعلا هي غربية ولكن مغربية ولكن من سمها بالصحراء الغربية هما الاسباني يعني مصطلح غير مقبول بالنسبة لنا كمغربية لانه مصطلح استعماري وهذا كوزير خاصه يحتار مراسه ويحتار ملسانه كيقول المدنيين الموريطانيين اش كيديرو هاد المدنيين الموريطانيين في المنطقة العزيلة وكذلك الدرون لا تفرق بين موريطاني ولا جزائري ولا مغربي ولا بوليزاريو او من الميليشيات ليدخل المنطقة العزيلة فغادي تبندر سواء كان موريطاني او من جنسية اخرى لان هاد المنطقة عزيلة وليقرب عندها ميلو مغرسه وشكل الاخوان ديال هاد الناس او ديال هاد الكابرة نتو معهم هاد الوزير احضت انتصار المنتخب المغريبي وشافوا الموريطانيين كيحتافلوا بواحد الحب الوطن المغريبي بحب للمنتخب المغريبي لحسد ديالهم ما خلاهو مش مقدروش يصبروا وهم يخرجوا هاد الرسالة هنا الشعب الموريطاني كيحتافل بانتصار الاسود ولكن اصحاب القلوب السوداء مقدروش يتم تحمله هاد الانتصار وبغاو يديروا بالبالة بين الشعوب بين الشعب الموريطاني والمغريبي احنا قد احترموا الشعب المو تطير وكذلك الشعب الموريطاني كيحترم الشعب المغريبي لدينا تقاليد مشتركة لدينا تاريخ مشترك لذي الحق الدين تحية لكم كبيرة تسحية للمغربة الأحرار دمتم في رعاية الله شكرا Brilliant المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته